اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا السوفت بوكس والرينج لايت حاجات اساسية طبعا في التصوير وشغل اليوتيوب هنشوف النهاردة انبوكسنج ليهم وايه مميزاتهم ويتركبوا ازاي وقد ايه بيفرقوا في الإضاءة والتصوير يلا بينا نبدأ مع بعضينا ده صندوق السوفت بوكس تعالوا نفتحه ولان فيه اتنين سوفت بوكس مفروض نلاقي من كل حاجات اتنين ايه ده؟ مش معنى دي يا تيما مفيش منها غير واحدة بتعملي ايه هنا؟ ده صندوق الجزء اللي بيتكفيه لمبات والجزء الصغير ده اكتشفت ان فيه فيوز زيادة ده الصندوق اللي فيه الحامل وده طبعا العكس الاسود ومعه لغطى الابيض اللي بيخلي الإضاءة صفتة الحامل معدن طبعا متين وقوي وبيطول لحد اتنين متر خلينا نفوك الكيس طبعا بيشيل اربع لمبات سواء كان الوط مية وعشرة او متين وعشرين وده زرار ينور اللمبتين اللي على الجنب ده وده لللمبتين اللي على الجنب التاني وهنا مكان تغيير الفيوز المكان اللي بتعلق منه الصفت بوكس معمول انك تقدر تخلي الصفت بوكس واقف رأسي او افقي ده العاكس نغمشته الفضية كويسة وهتزبط الإضاءة نفوك منه الاسلاك اللي بتشده وفيه هنا مكان فتحات تركيب الاسلاك دي اللي بتركب بالشكل ده يدوب تشبكها ندخل بقى الجزء الخاص بالإضاءة في العاكس من تحت ونبدأ بقى نركب الاسلاك اللي هتشده طبعا هي معمولة بالطريقة دي عشان تكون سهلة تلفك والربط ندخل السلك في الجزء الخاص بالإضاءة وافترف العاكس في الجيب المخصوص له لما بيركب الاربع اسلاك بيشده العاكس مظبوط تمام كده اتشدت وثبتت كيس بقى اللي جواه القماشة البيضة معموله في الكروه او كوتشي عشان تتشد وتمسك في أطراف العاكس من بره خفيف جدا الصراحة والحامل بيركب فيه بالشكل ده وبقدر اتحكم في ميل السوفت بوكس طبعا فاضل بس هركب اللامبات هركبهم واقفل السوفت التاني ونكمل بقى الفيديو دي لامبات LED قوية ومش بتسخن كده الصوفت بوكس بقى جاهز انه يشتغل نروح بقى للرينج لايت ده الإطار اللي فيه اللامبات ودي البلاستيكات اللي بتغطي الإضاءة وتخليها صوفت سلك الأدابتور ودي الأدابتور نفسه وطبعا الحامل نركب بقى الأجزاء البلاستيك ليهم واحد بيتحط في النص ايوا ده نركبه ونركب بقى الباقي عليه بيدخلوا بعض بطريقة جميلة وتديهم متانة جوا قلبه بعض طبعا الصوفت بوكس والرينج لايت دول من موقع بانجود هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو وكمان مع كوبون خاص ده زرار الباور وكمان التحكم في شدة الإضاءة وده الزرار اللي بتحكم في حرارة الإضاءة من الأبيض القوي للأبيض الدافي المحمر هنشوف دلوقتي ده الجاك بتاع الأدابتور بيركب في الرينج لايت بطريقة حلوة وبيشبط فيه فاتقدرش تشده وتخلعه غير لو لفته بطريقة معينة نركب بقى الحامل ونقفل عليه والمصمار التاني ده خاص بزاوية ميل الرينج لايت نجربه بقى كده الإضاءة بتتدرج معانا اوه قوية جدا وده زرار الكول تيم بيخلي الإضاءة وورما أكتر وده فيه أكتر يعني بدل ما تركب فلتر تدفئة اللي هو بيخلي الإضاءة وورما الزرار ده بيغير حرارة الإضاءة وبالإضافة لإنك تقدر تركب كاميرا طبعا على الرينج لايت كمان بيجي معاه حامل للموبايل يعني بيفتح ويغفر على مقاس أي موبايل وتقدر تركبه في الرينج لايت لو ما عندكش كاميرا وسواء بقى هتركبه تحت او هتركبه فوق حسب زاوية التصوير اللي انت عايزها كده دي الإضاءة العادية للورشة خلينا بس نشغل السوفت بوكس الواحده كده الإضاءة مع السوفت بوكس كويسة فعلا مش وحشة إنما تفاصيل الوش بتبقى مش باينة ومغمئة شويتين نشغل الرينج لايت اوه الإضاءة طبعا اختلفت تحفة كده الوش باين تفاصيله أكتر وتقدر بقى تقدم المحتوى اللي انت عايزه لو زودنا إضاءة الرينج لايت قوية جدا لازم تكون بعيد شوية كده بدون السوفت بوكس الرينج لايت بس كده كل الإضاءة شغالة حلو قوي اللعبة دي كمان موضوع دايرة النور اللي بتكون في نيني العين دي شكلها حلو قوي معلش بقى استحمدوا الوش ده ما عنديش غيره والله لو خلينا الإضاءة دافية شوية محمرة حبتين هتدينا النتيجة دي كأنه فلتر راكب في الكاميرا المهم إحنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة إلا لو الفيديو عجبكم وكالعادة مش هوصيكم على لايك والشير وإن شاء الله نتابد على خير سلام عليكم شكرا